بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموزع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحيل وأصول الكرم وقادة الأمام وأولياء النعم وعناصر الأبرام ودعائم الأخيار وساسة العبادة وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وسفوة المرسلين وعطرة أخيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجاة وأعلام التغاة وأولياء 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 وكهف الوراء وأورثة الأنبياء وأورثة الأنبياء والمثل الأعلى وأدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته السلام على محال معرفة الله ومساكن بركت الله ومعادن حكمت الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوسياء نبي الله وضرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستغرين في أمر الله والطامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبغونه بالغر وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الدعاة والغادة الهدى والسادة الولى والضادة الحماة وأهل الذكر وأولي الآب وبغية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته أشهد أشهد الله لا إله إلا الله وحجته لا شریک له كما شهد الله كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وعول العلم من خلقه لنفسه لا إله إلا الله العزيز الحكيم وشهد أن محمد عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدا ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المغربون المتغون الصادقون المصطفون المطيعون لله الغوامون بعمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته استفاكم بعلمه وارتضاكم الغيبه واختاركم لسره واجتباكم به قدرته وعزكم به هداه وخستكم به برهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وحججاً على بريته وأنصار لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمه وتراجمه لوحيه وأركانه لتوحيده وشهداء على خلقه وأعلمه لعباده ومناره في بلاده وعد الله على سراته عسمكم الله من الذلال وآمنكم من الفتان وطهركم من الذلال وأذهبا عنكم الرجل وطهركم تتهيرا فعظنتم جلولا وأكبرتم شعناه ومجدتم كرما وأدمتم ذكرا ووكدتم ميثاقا وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم لهم في السر والسر والعالونية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة وبدلتم وبدلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على مأصابكم في جنبه وأغمتم وأغمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أعلنتم دعوته وبينتم فرائضه وأغمتم حدوده ونشرتم شرائع أحكم وسمنتم سنته وسرتم في ذلك منه إلى الرضا وسلمتم له الغضا وصدقتم من رسله من مضا فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمغصر في حقكم زاهق والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهلوه ومعدنوه وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعذائمه فيكم ونوره وبرهانه وبرهانه عندكم وأمره إليكم من والاكم فقد وال الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتسم بكم فقد اعتسم بالله أنتم الصراط الأغوام وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البغاء والرحمة الموسولة والآية المخزونا والأمانة المحفوظة والباب والمبتلا به الناس من عطاكم نجان ومن لم ياتكم هلك إلي الله تدعون وعليه تدلون وبه تؤمنون وله تسلمون وبأمره تعملون وإلى سبيله ترشدون وبقوله تحكمون سعدا مولاكم وهلكا من عدوكم وخابا من جحدكم وظلا من فارغكم وفازا من تمثك بكم وأمنا من لجا إليكم وثلم من صدقكم وهدية من اعتسم عابكم من اتبعكم فالجنة مأواه ومن خالفكم فالنار مثوى ومن خالفكم ومن جحدكم كافر ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم أشهد أن هذا سابغ لكم فيما مضى وجار لكم فيما بغي وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض خلغكم الله أنوارا فاجعلكم بعرشه محدغين حتى من علينا بكم فاجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعلا سلاتنا عليكم وما خسنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتذكية لنا وكفارة لذنوبنا فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم فبلغ الله فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المغربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه صائق ولا يسبغه سابق ولا يسمعه في إدراكه طامع حتي لا يبغه ملكون مغرر ولا نبيون مرسل ولا صدیق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دنيون ولا فاضل ولا مؤمنون صالح ولا فاجرون طالح ولا جبارون عنيد ولا شيطانون مريد ولا خلقهم فيما بين ذلك شهيد إلا عرفهم جلالة عمركم و عظم خطركم و كبر شهنكم و تماما نوركم و صدقا مغاعدكم و ثباتا مغامكم و شرفا محلكم و منذلتكم عندها و كرامتكم عليه و خاصتكم لدايه و غرب منذلتكم منه به أبي أنتم و أمي و أهلي و مالي و أسرتي أشهد الله و أشهدكم أني مؤمنم بكم و بما آمنتم به كافرم به عدوكم و بما كفرتم به مستفسرم به شأنكم و بظلالة من خالفكم موال لكم و لأوليائكم مبغض لأعدائكم و معادل لهم سلمون لمن ثالمكم و حربون لمن حربكم محققون لما حققتم مبطلون لما أبطلتم مطيعون لكم عارفون بحقكم مقرون بفضلكم محتملون لعلمكم محتجبون بظمتكم معترفون بكم مؤمنون بإيابكم مصدقون برجعتكم منتظرون لأمركم مرتقبون لدولتكم آخذون بقولكم عاملون بأمركم مستجيرون بكم زائرون لكم لائذون عائذون بغموركم مستشفع إلى الله عز وجل بكم و متغرب بكم إليه و مغدمكم أمام طلبتي و حوائجي و إرادتي في كل أحوالي و أموري مؤمنون بسركم و علانيتكم و شاهدكم و غائبكم و أولكم و آخركم و مفوضون في ذلك كله إليكم و مسلمون فيه معكم و غلبي لكم و رأي لكم تبع و نسرتي لكم معده حتى يحيي الله تعالى دينه بكم و يردكم في أيامه و يظهركم لعدله و يمكنكم في أرضه فمعكم معكم لا مع غيركم آمنت بكم و توليت آخركم بما توليت به أولكم و برئت إلى الله عز وجل من أعدائكم و من الجبت والطاغوت و الشياطين و هزبهم و الظالمين لكم الجاهدين لحقكم و المارغين من ولايتكم و الغاسبين لإرثكم و الشاكين فيكم المنحرفين عنكم و من كل وليجة دونكم و كل مطاع سواكم و من الأئمة الذين يدعون إلى النار فثبتني الله أبداً ما حيت على مغالاتكم و محبتكم و دينكم و وفغني لطاعتكم و رزغني شفاعتكم و اجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إله و جعلني مما يغتص آثاركم و يثلك ثبيلكم و يهتدي بهداكم و يحشره في زمرتكم و يكره في رجعتكم و يملكه في دولتكم و يشرفه في عافيتكم و يمكنه في أيامكم و تغروا عينه غداً برؤيتكم بأبي أنتم و أمي و نفسي و أهلي و ماليه من أراد الله أبدى بكم و من وحده غبل عنكم و من غصده توجه بكم مواليه لا أحسي تناءكم و لا أبلغ من المدحكم و من الوسف قدركم و أنتم نور الأخيار و هداة الأبرار و حجج الجبار بكم فتح الله و بكم يختم و بكم ينزل الغيث و بكم يمسك السماء انتقع على الأرض إلا بإذنه و بكم ينفس الهم و يكشف الظهر و عندكم ما نزلت بهي رسله و هبطت بهي ملائكته و إلى جدكم بعث الروح الأمين أعطاكم الله ما لم يؤتى حدا من العلمين طاطا كل شريف لشرفكم وبخع كل متكبر لطاعتكم و خضع كل جبار لفضلكم و ظل كل شيء لكم وأشرغت الأرض بنوركم و فاز الفائزون بولايتكم بكم يسلك إلى الرضوان و على من جحد ولايتكم غضب الرحمن بابي أنتم و أمي و نفسي و أهلي و مالي ذكركم في الظاكرين و أسماءكم في الأسماء و أجسادكم في الأجساء و أرواحكم في الأرواح و أنفسكم في النفوس و آثاركم في الأثار و غبوركم في القبور فما أحلى أسماءكم و أكرم أنفسكم و أعظم شأنكم و أجل خطركم و أوفى عهدكم و أصدغى وعدكم كلامكم نور و أمركم روش و وسيتكم التغوى و فعلكم الخير و عودتكم الإحسان و ثجيتكم الكرام و شأنكم الحق و الصدق و الرفق و قولكم حكم و حات و رأيكم علم و حلم و حام إن ذكر الخير كنتم أولا و أسلا و فرعا و معدنا و مأوى و منتهى بأبي أنتم و أمي و نفسي كيف أصف و حسنة نائكم و أحسي جميل بلاءكم و بكم أخرجنا الله من الظل و فرج عنا غمرات الكروب و أنقذنا من شفا جروف بالهلكات و من النار بأبي أنتم و أمي و نفسي بموالاتكم علمنا اللهم عالم ديننا و أسلح ما كان فسد من دنيانا و بموالاتكم تمت الكلمة و عظمت النعمة و تلفت الفرغة و بموالاتكم تقبلوا الطاعة المفترضة و لكم المودة الواجبة و الدرجات الرفيعة و المقام المحمود و المكان المعلوم عند الله عز وجل و الجوه العظيم و الشأن الكبير و الشفاعة المغبولة ربنا آمننا بما أنزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمن إنك أنت الوهاب سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم فبحق من اعتممكم على سرين والسرعكم أمر خلغين و غرن طاعتكم بطاعتين لما اتوهبتم ظنوبين و كنتم شفعائين فإني لكم مطيع من أطاعكم فقد أطاع الله و من عساكم فقد عسى الله و من أحبكم فقد أحب الله و من أبغلكم فقد أبغل الله اللهم إني لو وجدت شفعاء أغرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائين فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم و في زمرة المرحومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و سلم كثيرا شكرا 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 شكرا